موسيقى مساء الخير على حضراتكم عن محور قناة السويس تدور حلقتنا اليوم محور قناة السويس مشروع دولي بالغ الأهمية ليس لمصر وليس لدول المنطقة ولكن للعالم كله بنستضيف اليوم للحديث عن هذا المشروع المهندس وائل أدور خبير الملاحة البحرية وعضو مجلس إدارة قناة السويس السابق مساء الخير بشمونس مساء موسيقى ربنا يخلى حضرتك ممكن تدينا بشمونس فكرة بسيطة الأول كده قبل ما نتكلم عن المحور والتحديات اللي بتوجهه الممكن حركت وقلنا ببساطة ما هو محور قناة السويس في سنة 1983 اليابان حلقت لمصر ان هونج كونج هتروح للسيادة الصينية سنة تسعين واحنا شايفين ان السويس ممكن تكون بديل لهونج كونج وفي سنة 1984 ادتنا منحة وخططت شمال غرب خليج السويس على مساحة 2500 كم مربع عبارة عن مستطيل ستين في ستة وسبعين كيلو متر الساحل الشرقي والغربي الكلمات السويس ايه الانشطة المختلفة ايه المواني الجديدة ايه المصانع ايه مراكز اللوجستيات ايه كل حاجة عملتها تخطيط ممتاز وانتهى هذا التخطيط سنة 1986 1986 في هذا التاريخ لم يكن هناك لجبل علي ولا شيء خالص في دبي في دبي نتيجة تصارعات بين رجال اعمال المصريين اليابان حست ان مفيش شفافية في الموضوع فانسحبت من المشروع وقف هذا المشروع بعد ايه كده ايه في سنة 1997 تب استأذنك قبل ما تستأنف ما حدث في 1997 اوضح حاجة واصل حضرتك عن حاجة طبعا انا اقدر استنتج ببساطة يعني والبشوانس ممكن يصححني انه اليابان اذا انتقلت هونج كونج هذا الميناء والمركز التجاري الضخم من السيطرة البريطانية حيث كانت خاضعة للسيطرة البريطانية لأكثر من مئة عام سابقة وانتقلت هونج كونج الى الصين الصين علاقتها متوترة باليابان فاليابان ارادت ان هي تلاقي مركز تجاري بديل عن هونج كونج بصبت يا بشواندس واستأنست او وجدت ضلتها في محور قناة السويس وبالتالي دعمت الحكومة المصرية بالتمويل والتخطيط ده اولا بس هل ممكن يعني الف به ممكن نقول للناس هو ايه الوظيفة اللي كانت بتعملها هونج كونج في التجارة الدولية باختصار وكان يمكن ان تنتقل لمحور قناة السويس اي هونج كونج بتقدم خدمات للتجارة الدولية ده مينات سفن تسجيل سفن اصلاح سفن كل ما يتعلق بخدمات للسفن بتأديها وكذلك للتجارة كمنطقة التجارة حرة استراد وتصدير وتصنيع وكده بصفة عامة اي بلد بتقع على مصارات البحرية العالمية تستطيع ان تكسب ملايين وتنمي نفسها عن طريق الخدمات والمشاركة في التجارة فنجد مثلا مثال بلد تغير جدا زي سنغفور مسحتها كلها يعني 724 كيلو متر مربع اكتر شوية 734 تقريبا حاجة العدد الناس اللي فيها خمسة ونص مليون نسمة هذه البلد لما استقلت في سنة 65 كان حالها 70% من الناس تحت خط الفقر نسبة البطارة تفوق ال 14% بيشتغلوا في حاجات بسيطة ستسامك خدمة القاعدة البحرية اللي كانت فيه القاعدة البريطانية فإذا كانت حاجة بسيطة جدا النهارده لو بصينا لسنغرفورا هنجد ان الناتج القوم يبتاح 466 مليار دولار يعني تقريبا قد مصر مصر 477 دخل الفرد من اعلى الدخول تقريبا 82 1500 دولار للفرد نسبة اللي بيستخدمه الانترنت 96% من الشعب هناك نسبة البطارة لا تتجاوز 21 من عشر حجم الاستثمرات الاجنبية النات الداخل ناس الخارج تجد استثمرات 32 مليار دولار سنة يعني في سنة 22 النات 32 مليار تجد ان الانشطة البحرية بتساهم ب7% من الناتج القومي لسنغرفورا تجد مثلا كمية سنغرفورا اكبر مركز لتمونات السفن بالوقود يعني السنة اللي فاتت 47 وتسعة من عشرة مليون طن وقود موناتهم لسفن جيه بس 37 36 سفينة و 660 جايين ياخدوا وقود من سنغرفور تشوف السفن اللي جملة الاصلاح 1426 سفينة جايين للاصلاح غير طبعا اللي بتدول البضايا والحاجات الثانية فيوريك اهمية لما تكون انت على ممر ارتباري دولي زي كل ما نعرف ان مطيق ملقة ده 20% من التجارة العالمية بتعبره انا عندي قناة السويس النهاردة اتناصر في المية من التجارة العالمية بتعبر قناة السويس مش بس كده ده بتربط تلق قرات اسيا مع اوروبا و مع امريكا وكذلك مع افريقيا اذا انت في موقع مهم جدا جدا على خطوط التجارة العالمية استطيع ان انا احول بلدي من الحالة اللي احنا فيها دي لحالة تانية خالص طبعا استاذ حراريك برضو اذكر يعني من قد لا يعرف من متابعينا هو طبعا شوان السؤال لم يتكلم على عسان غفورة اذكركم ان هي واقعة الاساس فيها انها اصبحت ميناء كبير واقعة على واحد في العالم وبالتالي فدولة سنغافورة قامت على اساس انها ميناء في البداية تمام بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 63 ثم استقلالها عن الاتحاد الفدرالي مع ماليزيا سنة 65 كل الانشطة اللاحقة ارتبطت بالثورة او بالبوم او بالطفرة التي حدثت في ميناء تمام سنغافورة ثم من انشطة الميناء الاساسية الى انشطة اخرى كثيرة منطقة تجارة حرة مناطق صناعية كل شيء لكن نقطة البداية كانت الميناء عندي بس ملحوظة صغيرة حضرتك قلت انه الجي دي بي بتاع سنغافورة 466 مليار دولار هذا سليم بس لما بنقول الناتج المحلي بالنسبة لمصر طبعا اتمنى يكون اكتر من كده كتير مع فرق السكان ربما 77 ولكن هو الفكرة ده على اي سعر صرف لو حسبنا على سعر الصرف بقى 31 هيبقى اقل من نص على 31 انما لو حصل تخفيض هينزل جامل طبعا هيبقى تقريبا نص الجي دي بي لجزيرة صغيرة سنغافورة وعشان تتخيلوا حجم سنغافورة اللي هي حوالي 734 يعني قد تقريبا ضعف انا قسف للمقاطعة حضرتك احنا وقفنا عند انه قناة السويس انسحبت جي في سنة 97 كان في مؤتمر نقل بحري علامي في اسكندري فانا قدمت ورقة بحسية رؤية مستقبلية لقناة السويس قلت قناة السويس بتهتم بمحور واحد فقط اللي هي الملاحة والعبور وفقط قناة السويس لازم تبقى في محورين تانيين اهم جدا من رسوم العبور قناة السويس ما بتقديش فيهم حاجة خالص وما محور الخدمات للسفن اللي بتقبر لقناة السويس وكذلك حجم البضايا اللي بتقبر في قناة السويس ما بتشاركش فيها ما لهاش اي جدور ما بتعملش القيمة مضافة على البضاء نهائي فانا اقترحت ان مصر تخش مجال الخدمات في النقل البحري والسفن زي تزويد السفن بالوقود تخش في مجال اصلاح السفن تخش في مجال بون السفن توريدات للسفن تخش في مجالات القطر واعمال تكريك وحاجات كثيرة جدا في الخدمات البحرية زي ماسا الغفورة بتقدم اي بلد واقع على خطوط الملاحة العالمية بتقدم هذه الخدمات تغيير القطن تسجيل السفن يبقالها اسطول بحري واختبال سيادتك وكذلك مشاركة في الخدمات عن طريق يبقى فيه مراكز توزيع مراكز تصنيع مراكز قيمة مضافة مراكز الوجستية وكذلك فالحقيقة يعني الدولة اهتمت بهذا البحث وتم طلب ملخص له لعرضه على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت الرئيس حسنينبورك فالرئيس حسنينبورك جاب رئيس الوزراء كان الله يرهون الدكتور الجنزوري وقال له احنا عايزين نطبق هذا الكلام فالدكتور الجنزوري جاب ثلاث رجال اعمال وشكلوا ثلاث شركات مثلا شركة تنمية خليج السويس دي كان احمد عز الشركة التانية كان شركة ألدرادو دي كان الرجل العمال اللي هو ابو الحنين محمد ابو العنين الشركة التالتة لسويرس شركة السويس للتنمية والشركة الرابعة شركة منشأت بين الصين ومصر للتنمية المنطقة ادى لكل رجل اعمال تقريبا عشرين كيلو متر مربع بتاع الحديد عمله مصنع حديد بتاع السيراميك عمله مصنع سيراميك التاني قسم وعمل مصنع خرصونة جهزة ومصنع ورق مصنع اسمته الشركة الصينية خططت ودخلت مرافق في تقريبا واحد ونص كيلو وعملت شركة للرخام كانت بتنقل تقريبا كل يوم خمستاشر كونتينر الرخام من جبل الجلالة بتنقله ع الصين بعد ثمان سنين من هذا من هذا المقترح هو سبعة وتسعين من سبعة وتسعين ما فيش تقدر حاجة عشوائية واخد بالك ما فيش ربط ما فيش تخيل ايه الانشطة المفروض نوطنها ازاي تتكامل هذه الانشطة وكذا فلاقيوا نسبة التنمية تلاتة وثلاتة من عشرة في المية من المساحة اللي خدوها وكلها حاجات لا طرقة لهذا الموقع والمأمول منه في سنة الفين واتنين صدر قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة لشمال غرب خليج السويس القانون ده ادى حوافز للمستثمرين بقت نسبة الضرايب على النشاط اللي فيها 10% والضريبة على الداخل 5% واتدلك اعفقات على مكونات الانتاج اللي بتجيبها وكذلك على صادراتك من المنتجات اه انما ما فيش تقض فاجابه شركة متخصصة في المناطق الصناعية واللوجستية والكلام ده من ايرلندا اي دي اي تقيم التجربة بعد هذه الفترة في 2005 مثلا جات الشركة تقريبا 2005 لانا حالك قلت بعد 8 سنوات ما فيش تقدم فاكيد جابوها بقى 2005 2005 في الشركة في الشركة آلة الجماعة اللي بتعملوه ده ملوش علاقة بالمناطق الاقتصادية العالمية اللي بتخدم التجارة العالمية ويوين والبنية اللي انتو عملتوها دي بنية ضعيفة جدا ولا تصلة وفي تنافس من اصحاب الارض ومضاربات والعملية كده المرافق اللي انتو عملينها مش على المستوى هذا الموضوع كله لا يرقى ان الامال من هذه المنطقة واقترحت الشركة ان احنا نبتدي ب 5 كيلو متر يتم ترفقها على المستوى العالمي ويتخطط مصدر بلان لها وايه الصناعات والانشطة اللي احنا عايزين هكذا واقترحت ان ده هيكون هيكلف تقريبا 500 مليون دولار فمصر شكلت شركة قبضة لمنطقة شمال غرب خيجي السويس وده ادخلت المستثمرين دول تبقا اللي عاوز يخش يخش وكلف الدكتور وزير الاسكان في ذلك الوقت ان يحل المشاكل بتاعة المنطقة واغطي الاشراف للمنطقة لوزير الاستصنار كان الدكتور محمود محي الدين الدكتور محمود محي الدين قال الله اللي عاوز يشتغل تبقى لقانون 159 يشتغل اللي عاوز يشتغل لقانون المنطقة الاقتصادية الخاصة يشتغل اللي عايز اشتغل كذا يزا ما عادش فيه قانون موحد للمنطقة وما عادش فيه رؤية شاملة فالعملية ايه برضو ما تقدمتش خالص نتيجة عدم مضبوح الرؤية وعدم موجود مضحة خصصين في هذه الانشطة والتنمية مثل هذه المحاور العالمية بس هما كانوا استقروا على فين مكان الخمسة كيلو متر مربع اللي هبدأوا بيهم بالضبط كده وسحبوا الاراضي من اللي كانت مخصصة دي للاربع شركات الشابقة فيما عاد الاجزاء اللي هما عملوا فيها مصانع السابق المصانع موجودة حتى الان وما زالت بعد كده قامت الصورة في 2011 فانا الحقيقة تقدمت لرئيس الوزر الدكتور عصام شرب بدراسة يعني محدثة لهذا المشروع وإيه اللي حصل فيه وإيه اللي ممكن نحصل من هذا المشروع إذا اتحط الطريق الصح وادير صح الدكتور عصام نتيجة مجولياته كرئيس وزر حولني للمستشارة الاقتصادية له كانت الدكتورة نجلاء الاهوان في هذا الوقت اللي مسك بعد كده وزارة التعاون الدولي بالضبط عادت اشرح لها هذا الكلام ومتن مش حاجة بعد لما الدكتور عصام طلع من الرئيس وقعد قرية قاعد شهرين أو ثلاث شهور يعني فترة صغيرة ويتصل بي وأصلا أستاذ نقل بحري أصغر هو أستاذ نقل واحد بل سيدتك طرق نقل قل لي عندك مانا تتعاون معانا في تنفيذ المقترح بعد ما خرج من الحكومة طلع خرج من الحكومة فقلت له إذا كنت وإنت في الحكومة ما قدرتش تعمل حاجة فالأما ستخرج قال لي لا نحن نكون مجموعة عمل ونعمل فيها فتكونت مجموعة عمل من مجموعة من التكنقراط ناس أفاضل دكتور محمد علي دكتور خالد حنفي اللوة الله يرحمه شيرين حسن أنا المهندس علي باسيون يا الله يرحمه المستشار طهر حزين وراجعنا كل مخططات هذا المحور من أول اليابنيين بالتطورات اللي كذا وحطينا خطة وديلة إلا أن حصل خلافات بين الحكومة في هذا الوقت كانت حكومة ممثلة لإخوان والمجموعة دي استقلت الخلاف كان على أي ياخده يعني أي كان الخلاف الأساسي حكومة مين الأول اللي هو المهندس أظن أنديل المهندس هشام أنديل هو كان مهندس رايي بالمناسبة اللي اختلاف في وجهاتنا داخل أيام حكومة الدكتور محمد مرسي بالضبط آه طيب تمام المجموعة بتاعتنا كلنا استقلنا لقناهم بيشدونا في اتجاه حاجة تانية بإيجاج شديد يعني يعني بيفصل صينا عن المحور احنا كنا واخدين المنطقة ككل واخد بالك لتنميتها اللي هي بورسعية اسماعيلية السويس سينة الشمالية سينة الجنوبية وأن دا المنطقة دي كلها ممكن تنميتها وتبقى هي قاطرة لاقتصاد المصري انتم كمجموعة قدمتم مشروع لحكومة الدكتور هشام أنديل في ظل حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي الخلاف الرئيس أو ما دفعكم للاستقالة بإيجاز شديد كان ايه يعني لما جوم يعملوا قانون لهذه المنطقة كانوا عامزين يفصلوها كلها عن مصر وهو كذا فتحس ان انت في حاجة مش مظبوطة لا تقبلها يعني هذه المنطقة جزءا من مصر هتبطل طول عمرها جزءا من مصر تبقى تحت إدارة مثلا مستثمرين أجارب مثلا الهيئة اللي حيعينوها لإدارة واخد بالك ده السبب يعني وفيه سبب أخرى يعني مش ما فيش داعي للذكرى طيب تمام بس هم في البداية رحبوا بمشروع حضرتك واخدوه أو بمشروع المجموع بالضبط ثم اختلفتوا على التفاصيل أو هو كان ليهم تصور آخر طيب أنا حرك متحفز على التصور بس عشان أقول للمشاهدين وحرك عاوزة كانوا عنه بالتفاصيل في وقت اللاحقة عنه فضل ديه في سنة 2015 الرئيس السيسي أصدر قانون معدل لمحور قناة السويس وشكل مجلس إدارة وعين رئيس لمحور قناة السويس وتبادلوا بقى الرئيسة عليه كذا واحد للأسف يعني ما كانش عندهم خبرة ولا رؤية لمثل هذه المشاريع الضخمة اللي بتخدم الاقتصاد العالم وإزاي يربط الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي والغاية هذه اللحظة اللي احنا فيها بنتعصر زي ما تكشير تحريت لك وصف انه هذا المشروع طبعا هو اهميته الدولية لا تخفى على احد كل دول العالم هتستفيد منه زي بقى كل دول العالم بتستفيد من سنغافورة وجبل علي وكل المشاريع الضخمة اللي هي بتقوم على خدمة التجارة البحرية لكن الحرك دايما بتصفه لما بكلم حرك منذ السنوات تقولي هذا كنز مصر المفقود تمام ليه بتصفه بانه بحور قناة السويس هذا كنز مصر المفقود انت في ايدك ترتبط بالاقتصاد العالمي وتبقى حلقة اساسية من حلقات الامداد القوني للاقتصاد العالمي ومراكز اللوجستية وصناعية وخدمية كل دا في ايدك بس هات اللي خططت لك صح وهات الناس من العالم كل اللي عندهم خبرة في ادارة مثل هذه المحاور يعني هديك مثال اخر في محور اسمه دلهي بنبي في الهند ده تقريبا 1504 كيف ده بيمر في ست ولايات في الهند جابوا مين يخطط جابوا اليابان الجايك خططت هذا المحور وحطوا اهداف محددة قال لك هذا المحور سيرفع الناتج الصناعي لثلاث اضعاف خلال خمس سنين سيخلق فرص عمل مضعفة خلال خمس سنين سيزود الصادرات الهند اربع اضعاف خلال خمس سنين وعمل فيه مركز الصناعية والوجستية ومناطق صناعية حرة وهكذا وبجانب طبعا شبك الطرق وسكك حديد على مستوى العالمي اليابان مش بس خططه فبس ده كذلك سهمت فيه التمويل مستفيدة هي تستفيد ساهمت 26% من نفقات تنمية هذا المحور وشكلوا مجل الصدارة من الناس على مستوى عالي جدا واستفادوا من الخبرات العالمية فمن هنا يعني من يومين اثنين كان رئيس زراء الهند بيفتتح احد المراحل اللي فيها دولهم مش بفتدوا كام سنة 2015 يعني هما اليابان ابتدت في هكرة 2013 خلصوا التخطيط والكلام ده 2015 ابتدوا التنفيذ شوف احنا من ايه بانا تقريبا من سنة 3 سنة اه من سنة 3 40 سنة محلك سير انا عاوز انا الحقيقة قبل ما اسأل حداك عن المشروعات المماثلة يعني احنا قناة السويس في الوقت الحالي هي عبارة عن معبر يعني السفينة تمر منها من البحر الاحمر للبحر المتوسط او من البحر المتوسط للبحر الاحمر وهيئة قناة السويس بتحصل على فيز او مقابل على ذلك تمام فده يدر على مصر حوالي 6 سبع مليار دولار في السنة في المتوسط يعني مش كده برضو بالضبط كده بس السنة دي وصلنا لعشر وثلاثة او حنوصل في ديسمبر من نهاية هذا الشهر عشر وثلاثة من عشر ده نسبة بسيطة جدا من يجب ان تجابها لا تتجاوز خمسة في المية من المفروض تجيبه هذا المحور لو اشتغل خمسة في المية يعني بتتكلم على متين واكتر من متين متين مليار دولار مليار دولار اه لو انت اشتغلت بقى في الخدمات الصح ومراكز صناعية ومراكز توزية ومراكز الوجستية وكل دوت يخليك من حالة لحالة احنا لسه كنا بنتكلم على صنغفور من جزيرة صغيرة جدا فقيرة وصلت لايه ودخل الفرج فيها ايه فانت عندك نفس الامكانيات فما تستغليهاش انا عندي سؤال لحضركة بشموندس هو في حال انه المشروع طبعا المشروع ماشي بواتيرة بطيئة زي محرك بتقول ماشي بواتيرة بطيئة حضرتك السبب الرئيس اللي قلت قلت اشرت اليه اللي هو وعدم موجود رؤية واضحة وسلطة للمنطقة على كامل هذه المنطقة المستثمر مالبوش اي علاقة غير بهذه المنطقة تخلص له كل حاجة وفيه مرونة مناخ استصنار جاذب زي المناخ العالمي يعتبرها هذه المنطقة جزء من العالم عشان تشتغل مع العالم كله وليست بقى خلصها من البيروقراطية والقوانين المقيدة ويبقى عندك نوع من التشريعات الاقتصادية ونوع من تفض النزاعات السريع جدا فيه شفافية بنية اساسية على مستوى العالمي وحد بالك كل اللي هو أفرت كل هذا الكلام هم حيوجوه لك الشريكات المتعددة الجنسية دي ويعملوا هذا الكلام زي ما عملوا فيه سنغفورة هو في حال انه مصر اشتغلت على هذا المشروع برؤية سليمة وجابت ناس اكثر فهما من كل دول العالم وخلصت المنطقة من البيروقراطية وعملت كل ده ايه هي المشروعات اللي ممكن هذا المشروع ينافسها وبالتالي يضيق عليها او ينافسها بمعنى صح يعني يعني انت بلا شك هتخش تنافس شديد جدا مع جبل علي وصنغفورة يعني مثلا صنغفورة رقم واحد فيه تموينات السفن في العالم بكل انواع الوقود سواء بنكرينج سواء وقود غاز مسال سواء هيدرولين اخضر في المستعب انت عندك هذه الامكانية في المنطقة محور قناة السويس تبقى تبقى مركز رئيسي لتموينات السفن مركز رئيسي لإصلاح السفن مركز رئيسي لبون السفن انت عندك مثلا صنغفورة سبعين في المئة من البلاتفورم بتاع اكتشاف البترول والغاز في العالم بيصنع في برس صنغفورة فانت لازم تبقى يعني ده انت مثلا ما عندك مصنع بيعمل حويات فما بالك لو عملت مصنع للحويات الصين سيطرة على 92% من سوق الحيويات واحد بالك ممكن يجي لك دخل من هذا الكلام فوق ال4 مليار دولار واحد بالسيادة مركزيك الرئيسيين هيكونوا صنغفورة وجبل علي وجبل علي واحد بالسيادتك لأن يدول يعني صنغفورة لأنها وقع على ممر التجارة العالمية 20% رقم واحد أنت بيمر عندك 12% ما بيستفيدش منهم في حاجة غير بتاخد رسوم عبور بس فدي المشكلة فلازم قناة السويسيس يشتغل علم محورين خدمات ومشاركة في التجارة عمز الحارج سؤال بش مهندس حارج قلت لنا كلام كتير عن محور قناة السويس اي اهم شيء يعني الصورة العامة الحارج بتقول ما تم إنجازه حتى الان لا يرقى الى ما نتمنى ايه اهم شيء تم إنجازه حتى الان في محور قناة السويس انا اعتقد المواني الجديدة اللي انشئت سواء في السخنة او في شرق برسعيد والمناطق الصناعية الملحقة بها والمناطق الحار دي بقى لو تم جذب السمارات فيها وديرت صح يعتبر إنجاز جاي جدا وكذلك ودي التكنولوجيا عاوز دفع كبيرة جدا إن أنت عندك ريميل ممكن تعمل السيلكم وتنقيها وتخش في صناعة الصورة والرقائق ده بوتنشن كبير جدا واحد بالك بس عاوز مجهود منك عشان تمشي في هذا الاتجاه وتتخصص فيه هل مصادر التمويل ممكن تكون عائق ولا دول كتيرة مهتمة إنها تستثمر إذا توفرت الظروف الجاية دول كتيرة مهتمة جدا إنها تستثمر عندك بس عاوز نوع من الاستقرار السياسي والتشريعي وتبسيط الإجراءات والمناخ يبقى زي أي مناخ في العالم حيجي لك هذا رأس المال ويستثمر عندك زي ما حصل في دولة السنغافورة اللي تكلمنا اليوم لماذا اليابان تحديدا كانت أكثر اهتماما بمحور قناة السويس من غيرها اليابان يعني من الدول الجيدة جدا اللي ساعدتنا سواء في قناة السويس لما جينا نفتحها سنة 75 بعد الحرب عندنا مخطط كامل لتطوير قناة السويس على مراحل إلى أن تصل لازدواجها بس كل مرحلة قبل من نفذها بنشوف إيه المتغيرات ونعمل دراسة جدوى نلاقي لها جدوى نشتغل فيها فليابان لها علاقة جيدة بمصر ومهتمة جدا بقناة السويس وعندها من الداتا والمعلومات عن قناة السويس مش متوفر عند حد داني لأن هي ساعدتنا في فتح القناة في وضع دراسات رسوم العجور شكلها إيه التجارة العالمية شكلها إيه وعلمت ناس كتير في الهيئة إيه يعني إيه التجارة العالمية وإزاي وإقتصادياتها والكلام والباشموندس بيشير العملية افتتاح قناة السويس بعد انتهاء الحرب لأنها كانت تم وقف الملاحة فيها من 67 يا باشموندس من 67 لغاية 75 لغاية 75 وطبعا نتيجة العدائيات والحروب كانت فيه أماكن كاملة مغلقة بالكامل وألغام 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 إلى آخره والمناسبة دي تجربة حرك شاركتي فيها إن شاء الله في حلقة تانية ممكن نتحدث عنها لما سألت حضرتك عن أهم ما تم إنجازه في محور قناة السويس أشرت إلى ما أشرت إليه هل عملية ازدواج القناة مش برضو ده واحد من الأمور الإيجابية بلا شك هي مرحلة من المراحل لأن إحنا لو شفنا كده التجارة في سنة مثلا 2050 2050 هتجد التجارة اللي بتوع بالقناة السويس هتوصل 3500 مليون طن ما تستوعبهاش قناة السويس لازم تبقى مزدوجة بالكامل قناة رايحة وقناة جاي فأنت عندك الأطوال المزدوجة النهاردة في قناة السويس 123 كيلو و13 القناة كلها 193 من 10 فقدمك 60 كيلو بس 60 كيلو دول في أصعب جزء اللي هو ناحية السويس الأرض صلبة جدا فهتاخد منك مجهود وتكلفة الجام أنا جزيل الشكر باش مهندس يعني حركة ديتنا إطلالة شاملة ويعني صحيح إنه الصورة ليست مبهجة لكن نتمنى في السنوات المقبلة يكون الوضع يدك الكنز استغل لهذا الكنز عشان تطلع من الأزمة الاقتصادية بتاعتك جزيل الشكر باش مهندس شكرا شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله شكرا لحضراتكم